بدأت القوات الإسرائيلية بشق طريق قبالة منتزى حصن الوزاني فبشرت جرافة عسكرية كبيرة وآلية بوكلين بجرف تراب من أعلى التلة عند الشريط التقني وصولا إلى النهر بمسافة نحو كيلومترين وفي الوقت نفسه وعلى بعد نحو ثلاثة كيلومترات كانت جرافة ثانية تعمل على إقامة سواتر ترابية قد تكون مربضا للدبابات لمراقبة الطريق الجديدة وترافقت هذه الأشغال مع انتشار أمني كثيف للجنود الإسرائيليين وثلاث دبابات ميركعفة وعدد من السيارات العسكرية المصفحة وفي الجانب اللبناني انتشر عناصر الجيش اللبناني واليونيفل وراقبوا الأشغال عبر المناظير وتزامنا حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة بهدف مراقبة التحركات في الجانب اللبناني